أنا يمكن أن أتخيل إذا ما تم انتخاب ترامب أنه سيعود إلى حملته ذات الضغط الكبير وذلك سيكون من الصعب جدا لقيام به بسبب الوضع العام في العالم وأن الولايات المتحدة سيكون لديها علاقات متوترة أكثر الآن ما هي عليه مع الصين والصين تقوم بشراء النفط الإيراني فأعتقد أن الأمر سيكون أكثر تعقيدا ولكن في نهاية المطاف نعم أعتقد أن سرامب سيكون أكثر مساندة لإسرائيل وأكثر عدائية باتجاه إيران في محاولة لدفعهم إلى بعض الترتيبات المتعلقة بالمنف النووي فنعم قالت الولايات المتحدة أو إدارة بايدن قالت لإسرائيل أنهم يودوا من إسرائيل أن تستجيب أو استجابتها مع إيران أن تكون نسبية ولكن ما هي النسبية؟ هل على إسرائيل أن ترسل كذلك 200 صاروخ باتجاه إيران؟ ذلك بالتأكيد سيكون نسبيا وأعتقد أنه يمكن أيضا أن يكون مصاعدا للأحداث لأن هذه الصواريخ معظمها ستضرب أهدافها في إيران؟ هل تعتقد بأن استهداف بيت بنيامين نتنياهو بطائرة مسيرة غير من المعادلة الإسرائيلية فعلا وأن الضربة ستصبح أكبر وقد تطال المرشدة الأعلى كفمن لطبيعة هذا الاستهداف؟ هل ترى بأن مثل هذا التصعيد الخطير قد نصل إليه فعلا مع الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران؟ يمكن أن يكون كان هناك تحديدا من الحكومة الإسرائيلية هذا اليوم على لبنان كاستجابة باستهداف كاستجابة لاستهداف رؤساء أو قادة إسرائيليين فنعم أعتقد أن هذا يمكن أن يؤخذ بالحسبان أربما هناك نقاشا في إسرائيل حول إذا ما كان خامنئي هو أكثر قادة خطورة من الذين يمكن أن يكونوا في إيران هناك العديد من من يعتقد أنه إذا ما ذهب خامنئي فأن ذلك سيكشف الإفلاس الموجود في إيران وفي آيديولوجيتها وأن الحرس الثوري سيتولى الأمر وسيكون هناك مرشد آخر ربما بنفس قوة خامنئي فالأمر لا يتعلق أن خامنئي هو نفسه الخطر أو القاعدة الأكثر خطورة في إيران فأنا لا أستطيع أن أدخل هنا في التخطيط التكتيكي لإسرائيل ولكن لنقل حتى قبل استهداف منزل نتنياهو أعتقد أننا ننظر ولا نزال ننظر إلى هجوم أساسي كبير انتقامي من إسرائيل ضد إيران وإذا ما تم هذا الأمر يمكن أن يجعل من الإيرانين يفكروا بالخطوة التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر